كذلك أعلن مدبولي هبوط الدين الخارجي إلى ما دون 153 مليار دولار موضحاً أن التحدي الأكبر الآن هو التغيرات الخارجية وكمل شائعات المؤشرات المهمة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم ويمكن كانت لسه معالي وزيرة التخطيط النهاردة بتعرض في مجلس الوزراء إحنا ديسمبر اللي فات كان الدين الخارجي 168 مليار آخر يونيو نزلنا تحت المية 53 يعني 152.8 من عشر يعني تقريباً أكتر من 15 مليار دولار نزلوا في خلال 16 طبعاً ده بالإجراءات اللي الدولة عملتها بالصفقة بتاعة راس الحكمة ولكن معاها الحقيقة أصلحنا أوضاع البنوك المصرية وصف الأصول الأجنبية اللي كان على مدار يعني أكتر من سنتين بالنائب النقص وكان وصل لنيجاتيف أو ماينس 27 مليار النهاردة عدى 13 مليار بالبوزيتف الاحتياطيات من العملة الأجنبية النهاردة صافي الاحتياطي في البنك المركزي 46.6 مليار دولار فإحنا شغالين على هذا الموضوع الموضوع التاني موضوع ملف الدين وإزاي نحوكم موضوع الدين ونقلس الدين من كإجمالي من النتج المحل الإجمالي وتبعاته طبعاً المشكلة اللي بترهقنا النهاردة مع التضخم وزيادة سعر الفايدة بقى خدمة الدين هو الرقم الكبير في الموازنة العامة للدولة لكن بالتأكيد اللي إحنا بنشتغل عليه النهاردة من عملية التجديد وده يمكن التجديد أنا عايز أقول لحضراتكم ظهر بوضوح شديد في نسبة النمو بتاع الربع الأخير نحن الربع الأخير 2.4 من 10 في المائة نسبة نمو وبالتالي يعني الرقم ده طبعاً يعني إحنا عارفين كويس قوي كحجم دولة مصرية مش هو ده المفروض تبقى نسبة النمو ولكن نتيجة للتجديد اللي حصل وتجديد الإنفاق وموضوعه وضعنا سقف طبعاً للاستثمارات للعام المالي الجديد كل هدف ده كله عشان أقلل التدخم لأن لما بدأ يبقى الدين برقم معين بس بدفع عليه كفايدة 10 في المائة غير لما بدفع النهاردة 25 و 26 في المائة فإحنا كل استهدافنا إن مع نهاية 25 ننزل بالتدخم إلى ما دون العشرة في المائة وبالتالي كل المؤشرات تبدأ تساعدنا إن أنا أخصص النصيب الأكبر من الوزنة مرة أخرى للمشروعات المهمة اللي بتمثل أهمية كبيرة جداً للمواطن المصري عشان نقدر نساعده في هذا الشامع